طيب نروح ل... كان فيه برضو لوحة كانت كمان على السوشيال ميديا كان فيه لوحة وكان الصورة دي أو الفيديو ده بعنوان لوحة فنية تمزق نفسها بعد ثواني من بيعها ممليون استرليني بعد ما اتبعت يعني بعد ما اتبعت روحة الفنانة اللي عليه مجهول الهوية اسمه بانسكي المسماة فتاة البالون اتبعت اللوحة اللي هي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي 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 فنان مش معروف اه راحت اللوحة ايه بعد ما اتبعت بمليون وشوية استرليني راحت اللوحة متقطعة كده هي لوحدها يعني زي ما انتوا شايفين اللوحة الورقة وقعت ومكينة التمزيق فيه مكينة تمزيق خلفية محشورة في اطار اللوحة راحت مقطعة اللوحة كده زي ما انتوا شايفين وكان يعني يمكن منظر ناس كتير جدا كانت مستغربوها في صالة مزاد دار سوف بيز في لندن الاسبوع اللي فات والناس كتير جدا قالوا يعني هو مش فاهمين حتى صاحب اللوحة عامل كده عشان هو عايز يزبط ايه بالزبط اللوحة اللي مرسومة انتهت بمرسومة هي مرسومة بالرش بألوان الرش وبتظهر فيها فتاة بتحاول ان هي تلتقط بلون احمر في الفراغ والله انا مش فاهمة اللي فاهم معنى اللوحة يقول لنا بس انا شخصيا مش فاهمة ايه معنى اللوحة وهو كان لما حطت المكنة بتاعت تقطيع الورق في اخر اللوحة بعد اما اتبعت وهو ابت تمانها بمليون استرليني كان اصده ايه بالزبط يعني ايه الرسالة اللي هو كان حابب انه هو يقولها بس بانسكي كتب على بانسكي ده اللي رسم اللوحة يعني او العمل الموضوع ده بعد لحظات من زوال اللوحة كتب ذهبت ذهبت لا قد ذهبت اللوحة دي يمكن كانت من الفيديوهات اللي كانت برضو الناس كتب مستغربوها جدا على اليوتيوب طيب كان فيه كمان من اليوتيوب